قال وزير الدفاع الصيني لي تشانك فو إن القوات المسلحة الصينية تظل ثابتة في حماية السلام العالمي وذلك خلال مؤتمر موسكو 11 للأمن الدولي ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن لي القول بأن بلادهم مستعدة لتغزيز ثقة الاستراتيجية المتبادلة في الأمن والتعاون العسكريين على جبهة متعددة والبناء المشترك لمنصات التعاون الأمني مع القوات العسكرية للدول الأخرى لمواصلة حماية الأمن العالمي هذا ويبدأ وزير الدفاع الصيني اليوم زيارة رسمية إلى بلاروسيا تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة القضايا الملحة للتعاون العسكري الثنائي مع القادة ومسؤولي وزارة الدفاع في منسك